ولأن منافذ الحل هي من متطلبات نجاح البرنامج الحكومي وبعد أيام على اتهامات بتوزيع أغذية فاسدة للنازحين أكدت وزيرة الهجرة والمهاجرين إيفان فائق جابرو حرص الوزارة واللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين على توفير البيئة المناسبة والآمنة لضمان عودتهم إلى مناطق سكنهم الأصلية وأكدت خلال ترؤوسها اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين بصورة مستمرة على تأمين كافة الاحتياجات وتقديم المساعدات الضرورية لكافة النازحين واللاجئين من منطلق مسؤوليتها الخدمية والإنسانية ومن جهته أكد حسن كلاري ممثل داخلية كردستان أن زيارته إلى بغداد هي ضمن استراتيجية الإجابة الإنسانية ودعم النازحين وتشجيع العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية